السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في وصفة جديدة اقتراحي اليوم سيكون كراب مالح بالشوفان بحشوة مالحة ديدة بالساف لوجبة غداء وعشاء خفيفة لشخص أو شخصين تابعوا معي الوصفة الأخير لتعرف على المقادر بالنسبة للمقادر حاجتنا نفكس عن بعض الحليب دافي عندي هنا ربعات مع القبار ديدة الشوفان سنرطبهم في هذا الحليب نغطي خالية الحليب والشوفان ونخليه يرتب بين ماء وجهة الحشوة ديالي بالنسبة للحشوة حاجتنا في جوج ديال معلقة الثلاثة ديال معلقة باردي الزيت السيتون كندرهم على عافية مهلة يسخنوا ومبعد كنزيد زليفة صغيرة ديال بوارو مقطع مكعبات صغار من بعد ما كنتقل البوارو شوية كنزيد عليه فلفلة مقطع مكعبات صغار غدي نحركهم ونخليهم يتقلهم مع بعضهم حتي تبدل لون ديالهم شوية ومن بعد كنزيد عليهم صدر ديال الجاج مقطع مكعبات صغيرة كنزيد الملح حسب الضوق شوية ديال البزار شوية ديال كامون ومعلقة صغيرة عامرة ديال تحميره شوية ديال بازيلي كلي هو الحبق او الريحان وفي الاخير كنزيد صوص صوية غير نصب علقة صغيرة هادي اختيارية الى ما كانش بلاش ولكن كتزيد لدة عجيبة لهاد الحشوة هادي انا كنصح تديروها غدي نخلط الجاج والخضر ونخليهم يتقلوا ومن بعد كنزيد معلقة كبيرة ديال الفورماج محقوق ونخلطهم مع بعضهم بينما داب الفورماج في الحشوة ونطفي على الحشوة نخليها تبرد دوزو نكملوا الوصفة بالنسبة للكريب هاش تجيب جوج بيطات هنا عندي الشوفان اللي ترتب في الحليب ها دا وشكل ديالو غدي نخليه بينما نطرب البيض عاد نزيدو باش يسهل عليها نخلطو مع البيض وهذه نزيد المقادير كاملة اللي خاصة لفد الوصفة معلقة كبيرة ديال تحين ونطقيق الأبيض شوية ديال ملح شوية ديال البزار شوية ديال البازيليكو ممكن تعوضو بالزعتر تاويك يا طيما داقزوين فد الوصفة هادي وفي الاخير كنزيد راس مع القاد ديال الخميرة ديال حلوة غادي نخلط هادي المقادير مع بعضهم غير بتطرب اليدوي حتى ما يبقوش يبانو دوك الحوبيبات ديال الشوفان وطحين وهالخليط ديال نواجد ما كيحتاج لا يخمر لوالو غادي ندوز باش نصخن واحد شوية ديال الزيت فشي مقلع خاصة بالكراب او البغرير كند هنها كلها بزيت ومبعد بالمغروف كنزيد الكيمية اللي خاصة ديال الكريب غادي نخلي الكريب ديالي نشف من الطبقة الفقانية ما يبقاش سائل ده وشكل دياله خاصو يكون بحل هاكا طاب من التحت ونشوف من الفوق غادي ناخد الحشوة ونضيرها فلوست ومن بعد كنزيد الفورماج ديال الساندويش هاكا قتعته لشكل طولي غادي نحاول نطوي الكريبا نجيب الجهة الخاوية للجهة العمرة غادي نطويها بحلقة ومبعد كنضغط عليها في الجناب باش تلسق ما عليش يخرج هدك الفورماج من الجناب كي يعطيه منظر احسن منك يدوب كي يجي كي شهي غادي نقلبها على الجهة الاخرى هناك نضغط وهالوصفة ديالنات قريبا واجدة بس حول راحة نتمنى الوصفة دياليوم تكون نالت اعجابكم ما تنساوش جام واشتراك اللي باقي ما تشاركش تبارتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء اللي تعمل فائدة